مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصد السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في المجال السادس من مجال مادة التربية الإسلامية مجال الآداب والأخلاق الإسلامية عنوان الدرس التواضع فضله وأنواعه أهداف الدرس الهدف الأول أن يوضح الطالب مفهوم التواضع أن يعرف الطالب فضل التواضع الهدف الثالث أن يعدد الطالب أنواع التواضع الهدف الرابع أن يعرف الطالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الهدف الخامس أن يوضح الطالب مفهوم الكبر والتكبر أبناء الطلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فكل هذا الرجل الأبيض المتكئ أبناء الطلاب لماذا لم يميز السائل النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مميزا بمكان ولا هيئة فل كان صلى الله عليه وسلم يجلس متكئا بين أصحابه مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم نأتي إلى الهدف الأول أن يوضح الطالب مفهوم التواضع التواضع هو خضوع القلب لله عز وجل ولين الجانب للمسلمين وضد التواضع أبناء الطلاب التكبر وهو أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره والآن أسألكم هذا السؤال ما مفهوم التواضع؟ قلنا منذ قليل أنه خضوع القلب لله عز وجل ولين الجانب للمسلمين الهدف الثاني أن يعرف الطالب فضل التواضع للتواضع فضائل كثيرة أولها يرفع المسلم في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه فكلما تواضع المسلم ارتفع قدره عند الله عز وجل وازداد احترام الناس له ثانيا من فضائل التواضع أنه سبب لمرضات الله عز وجل ومحبته قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإن المتواضع أبناء الطلاب قد ظفر بمحبة الله تعالى ومرضاته ونال شرف العبودية لله تعالى ثالثا من فضائل التواضع أنه يثقل ميزان العبد يوم القيامة فعن أبي الضرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق ولا شك أبناء الطلاب أن من حسن الخلق التواضع لله والعباده والآن أسأل هذا السؤال أذكر فضلا واحدا من فضائل التواضع أحسنتم وبارك الله فيكم أن التواضع أن التواضع يرفع المسلم في الدنيا والآخرة عزيزي الطالب في صفحة 88 هيا بنا نتأمل هذه المواقف والتصرفات ثم نصدر حكما عليها إيجابا أو سلبا رجل لا يركب إلا سيارة مختلفة عن زملائه لأنه يشعر أنه أفضل منهم ما رأيك في هذا التصرف أحسنتم وبارك الله فيك هذا تصرف غير صحيح الموقف الثاني اتصلت فاطمة بأخيها الكبير وطلبت منه أن يأتي ليساعدها في حاجة فرد أبشري سأكون عندك بعد قليل ما رأيك في هذا التصرف تصرف صحيح دخل راشد أحد الأسواق فسلم عليه حارس البوابة فسمعه لكنه لم يرد السلام هذا تصرف غير صحيح أبو راشد يأمر بإعداد خيمة للإفطار كل عام للعمال ويحرص على حضور الإفطار معهم ويحرص أيضا على السلام مع الحضور والترحيب بهم هذا تصرف صحيح أما التصرف الأخير تأخرت الخادمة في وضع الطعام طعام الغداء فصرخ سالم غاضبا لماذا تأخرت وهم بضربها وهذا تصرف غير صحيح نأتي إلى الهدف الثالث أن يعدد الطالب أنواع التواضع للتواضع أنواع عدة أولا التواضع لله عز وجل أبناء الطلاب إن من تواضع العبد لله عز وجل أن يستشعر عظمة الله تعالى وأن يستصغر نفسه أمام الله جل جلاله وأن يطيع أوامره وأن لا يتكاسل عن طاعة الله عز وجل لأن التكاسل عن طاعة الله فيه تجاهل وتكبر على أوامره سبحانه وتعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه ثانيا التواضع في اللباس والمشية نهان القرآن الكريم عن مشية التكبر قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام ولا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وهذه وصية من وصايا لقمان لابنه ومعنى ولا تصعر خدك لا تمل وجهك عن الناس تكبرا وتعظما وقد نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة والتفاخر بالثياب والزينة ثالثا من أنواع التواضع التواضع مع الأهل قضوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله أي خدمة أهله إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري النوع الرابع من أنواع التواضع أبناء الطلاب التواضع مع المفضول والمقصود بذلك أن يتواضع الإنسان مع من هم أقل منه مالا أو جاها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع كل الناس مع أن الله سبحانه وتعالى قرمه عليهم جميعا رجالا ونساء النوع الخامس من أنواع التواضع التواضع مع الصغار نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغار ويمازحهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكن أبا عمير وكان له نغر أي طائر صغير يلعب به فمات هذا الطائر فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزين فقال ما شأنه قالوا ما تنغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير رواه البخاري أبناء الطلاب من منكم يستطيع أن يذكر أنواع التواضع إجمالا أحسنتم وبرك الله فيكم التواضع لله عز وجل التواضع في اللباس والمشية التواضع مع الأهل التواضع مع المفضول التواضع مع الصغار في صفحة تسعين أبناء الطلاب انتبه لهذا النشار تحت عنوان أفهم وأربط هناك أخلاق حميدة وأخلاق زميمة والمطلوب إذا رأيت الخلق الحميد أن تذكر ضده أو إذا رأيت الخلق المذموم أن تذكر ضده الخلق الحميد معنا متواضع والخلق المضاد المذموم متكبر الخلق المذموم كاذب إذا ضده الصدق صادق الخلق الحميد أمين ضده خائن الخلق المذموم ظالم وضده الخلق الحميد وهو العد من الأخلاق الحميدة حسن الكلام أو حسن الكلام وضده قبيح الكلام الهدف الرابع أن يعرف الطالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه أبناء الطلاب كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق وهو القدوة لكل الناس ومن الأمثلة على تواضعه صلى الله عليه وسلم ما يلي أولا تعامله مع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم رقيق القلب رحيما بكل مسلم لين الجانب يبتسم لكل من نظر إليه فكان يمسح على رأس اليتيم ويمشي مع المرأة ليقضي حاجتها ويجالس المساكين مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعه صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكن القصور بل كان بيته متواضعا بسيطا سقفه من جريد النقل إذا مد الرجل يده لمس سقفه وفراش بيته من جلد محشو ليفا مع حصير بجانبه والآن أبناء الطلاب أسأل هذا السؤال أذكر مثالا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنتم وبرك الله فيكم تواضعه صلى الله عليه وسلم في معيشته نأتي إلى الهدف الخامس أن يوضح الطالب مفهوم الكبر والتكبر التكبر أبناء الطلاب أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره كما ذكرنا قبل ذلك ولا يجوز لأي مخلوق أن يتكبر لأنه لا يملك من أمره شيئا قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ومعنى بطر الحق رفض الحق وعدم قبوله أما غمط الناس فاحتقارهم وعدم احترامهم هيا بنا أبناء طلاب إلى هذا السؤال المهم ما الفرق بين الكبر والتكبر أحسنتم وبارك الله فيكم التكبر أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره والكبر رفض الحق واحتقار الناس وعدم احترامهم عزيزي الطالب هيا بنا إلى صفحة 91 لنصدر حكما على هذه التصرفات يدخل موظف إلى عمله فلا ينظر إلى أحد ولا يسلم ولا يرد السلام هذا والعياذ بالله تكبر ركب رجل الطائرة ووجد شخصا لم يعقبه يجلس في مقعد مجاور له فطلب تغيير مقعده هذا أيضا تكبر والعياذ بالله مدير يجلس في مكتبه ويحرص على وقاء بابه مفتوحا ويقابل كل من يطلب مقابلته ليس هذا من التكبر أبناء الطلاب مات رجل مشهور فرفض أهله أن يدفن في المقبرة مع غيره من المسلمين واختاروا له مكانا خاصا بعيدا عن باقي القبور هذا أيضا نوع من أنواع التكبر رجل يحترم الناس جميعا ولا يفضل نفسه على أحد منهم هذا من باب التواضع أبناء الطلاب نأتي إلى نشاط أنظم تعلمي ونبدأ بهذه العنوين معنى التواضع هو خضوع القلب لله عز وجل ولين الجانب مع المسلمين معنى التكبر أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره من فضائل من فضائل التواضع أنه سبب لمرضات الله تعالى أنه يثقل الميزان أنه يرفع المسلم في الدنيا والآخرى من أنواع التواضع أبناء الطلاب التواضع لله عز وجل التواضع مع الأهل التواضع مع الصغار التواضع في اللباس والمشيان في صفحة 92 من الأمثلة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أذكر ثلاثة أمثلة أحسنتم وبرك الله فيكم من الأمثلة على تواضع صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسه على رأس اليتيم وكان يجالس المساكين كما كان صقف بيته من جرين النخر مما يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم فالآن أبناء طلاب نأتي إلى التقويم السؤال الأول تخير الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية التواضع هو أحسنتم خضوع القلب لله تعالى التقبر هو أن يرى الإنسان في نفسه أحسنتم علوا على غيره السؤال الثاني عرف ما يأتي التواضع التكبر أولا التواضع هو خضوع القلب لله عز وجل ولين الجانب للمسلمين التكبر مفهوم التكبر أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره السؤال الثالث أذكر فضيلتين من فضائل التواضع أحسنتم أن التواضع يرفع المسلم في الدنيا والآخرة وأنه سبب لمرضاة الله تعالى السؤال الرابع من الأدلة الآتية استنتج الخلق الذي تدعو إليه أو تحذر منه قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أحسنتم هذا خلق التواضع قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هذا أيضا خلق حسن وهو الشكر الله عز وجل قال قال أبو بكر رضي الله عنه وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن هذا أيضا تواضع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه السؤال الخامس هل التجمل باللباس وتجميل المنازل يعد من التكبر وضح إجابتك أحسنتم لا ليس تكبرا لأن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبرى رفض الحق واحتقار الناس السؤال السالس أذكر مثالا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأس اليتيم ويجالس المساكين وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من درس التواضع وفضائله وأنواعه هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية